السلام عليكم سنبدأ مجموعة من الفيديو بنتكلم فيها على البروغرامنج لانجوشز باراديم الأول كنا عايزين نفهم يعني ايه باراديم باراديم يعني منهجية او طريقة في التفكير فنحن ممكن نقول اللغات البرمجة في مدارس في عمل اللغات داي يعني في لغات بتشتغل كلها بصفات مشتركة ولغات تانية بتشتغل طريقات مشتركة ولغات انسب اليوم centre ولغات ثم تبقى انسب ليسب ونتوجد التطبيقات بالتانية فالناس لما اذن الا تعال اللغات دايه من الاربعيناء مثلا كان فيه ناس بتتفكر هل اه اه heter بالهاء ولا اهتهم بالوقت يعني هل اهتهم بال ما انا اشرح للكمبيوتر أنا عايز أعمل إيه؟ ولا أشلح للكمبيوتر يعمل الكلام ده إزاي؟ فنشأ لغتين أو مدرستين من الباراديمز ديه مدرسة اسمها الإمبيراتيف إمبيراتيف يعني صيغة أمرية فبين من كلمة إمبيراتيف اللي أنا حأمر الكمبيوتر اللي هو يعمل ستيبس معينة فهنا أنا بقول له إيه؟ بقول له how to do بشرح له إزاي يعمل حاجة معينة ومدرسة تانية اللي هي الديكلياراتيف الديكلياراتيف دي بقول لكمبيوتر أنت حتعمل إيه؟ باهتم بالوط بقول لكمبيوتر يا كمبيوتر إحنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا وبأسيب للكمبيوتر اللي هو يعمل الكلام ده طريقة اللي أنا بشرح فيها لكمبيوتر بيعمل إيه سواء ها أو وط ديه البرجراميج لانجوش فعشان كده فيه ثنين باراديمز باراديم مهتم بشكل ده وبردايم تاني مهتم بشكل ده قد يكون باراديم بتاعة الامبراتيف هي الأقرب لتخيلنا اللي إحنا بإنستركت الكمبيوتر يعمل الخطوة دي ثم الخطوة دي ثم الخطوة دي أو إلا أنا بعمل مابينج ما بين الميموري لوكيشنز والفاريابلز فبقول لديه الفاريابل ده يتعمل في كده والفاريابل ده يتعمل في كده والبرسيسور ده يعمل كده ففيه كنترول شوية فانت بتحس اللي انت بيبقى انت المسيطر او انت فاهم الدنيا بيحصل فيها ايه غير الدكليراتيف اللي انت بتوصف البرسيسور دي ثم قد يكون الامبراتيف ممكن اعمل الاوامر بتاعتي دي في شكل procedures فده اللي هو البرسيديرال languages او قد يكون لانا اجمع كل set of procedures مع بعض او كل methods مع بعض في كيان اجوار منه ونقول لده الobject ويبقى فيه ما بين الobject بتاعتي في البرنامج والobject اللي موجودة في العالم فعشان كده جوه البرادايم بتاع الامبراتيف بنلاقي فيه subparadimes جوه كل واحدة من دولة مجموعة مختلفة من اللغات طيب الشكل اللي احنا شايفين قدامنا ده شكل تاكسونومي بيبين لك كل اللغات او اشهر اللغات الموجودة وهي فين من البرادايمز دي تمام؟ وهنا بنقولش اللي فيه بارادايم وحش وبرادايم حلو هو بارادايم declarative و بارادايم imperative فحنا بنشوف كده على المين دولة الامبراتيف وعلى على الشمال دولة declarative وكل لغة بتحاول تضيف حاجة على اللغات التانية سواء هي عشان طلعت بعديها او تطور طبيعي للغة دي فبتلاقي لغة بتضيف على اللغة حاجة مختلفة وهي دي الاسهم اللي احنا شايفينها قدامنا دي انا مش هيسكوت تدقى او قوي بتفاصيل الاسهم والتشارت ده التشارت ده زي ما هو او التكسونومي ده زي ما هو كده سيبقى اخر سلايد في مجموعة الفيديوهات بتاعتنا فعشان كده انا حبيت لهوا يبقى اول سلايد احنا قدامنا تكسونومي عريض من كل اللغات دي خلينا نشوف بعد ما نشوف الفيديو دي احنا لما نرفيزت الشكل ده هنكون فاهمين الدنيا ماشية زي ولا لسه سيبقى فيه حاجات نقصانة نعرفها طب انا بدرس الكلام ده ليه يعني ايه فايدة اللي انا بدرس البرادايمز انت بتحتاج تدرس البرادايمز عشان كذا سبب ابسطهم اللي بقى يتكون عندك ابستركشن تتخيل به كده اللغة يعني احنا مش عايزين ننزل لمستوى بس اللغة دي حابة سينتكس هعمله وخلاص يبقى انا كده بعرف اعمل كودينج باللغة دي لا انا عايز يبقى عندك الابستركشن اللي انت تقدر تميز الصفات بتاعت اللغة دي اللغة ما هي الا طول انت بتستقدم ابستركشن ده مهم جدا لك كمهندس زمان في القرن اللي فات في تجربة ظريفة عملوها اللي هم جابوا ناس كده متعلموش حاجه في الريف ووروهم الشكلين اللي قدامكم شكل دايرة مقفولة وهنا دايرة مفرغة ووروهم ايه العلاقة ما بين الشكلين دول نفرط عليهم اجابة غريبة جدا على رغم ما فيش علاقة ده الامر وده عملة نقدية فلوس ريال مثلا او بريزة فمفيش علاقة ما بين الامر ما بين الفلوس الناس دي عشان ما درستش الهندسة او ما بتتفرج او بتمايب الحاجات اللي هي شايفها في الواقع اللي هي عايشها ما درقتش تتميز اللي دي شكل سيركل وده شكل سيركل تاني وبرده التجربة دي بتثبت كذا حاجه شبه كده اللي لما تدرس بيتكون في دماغك شكل معين تقدر تعمل بي ابستركشنز للحاجات اللي حواليك فلما هتدرس البرادايمز هتقدر برضه تكون في دماغك شكل للغة هي عبارة عن ايه واللغة ايه ايه الامكانيات اللي فيها وايه القصور اللي ممكن يبقى في اللغة دي خلينا نشوف معد الامثلة عشان نقرب للموضوع البرادايمز اللي احنا شابينه قدرانه ده ده مثال سي او جابا كود هي فكرته اللي هو ايه عنده مجموعة أوردرس كل أوردرس من دي فيها برودكتس كأنها مثلا أوردرس على امازون ولا على كارفور او اي حاجة واحنا هنا عايزين نلم اسماء بعض البرادايمز اللي تشارت في الأوردرس دي زي ما قلنا كل أوردر منهم في مجموعة برودكتس تشارت ونلم خمسة او اول خمسة برودكت نيمز نقابلهم يكون اسمهم جواكل متفروت فاحنا شايفين شاكل الكود شاكل الكود هنا في الاول بيعمل هاشت عشان هو عايز البرادايمز ليس عايز يكرر نفس المنتج مرة اخرى بيلف على الاردرس بيجيب كل أوردر من كل أوردر بيجيب البرودكتس بتاعته بمثال اسماء get products بيلف على البرودكتس ويجيب من كل البرودكتنامه بفاريابل اسمه product name وبعد كدة يشوف هال النام ده بفي كلمه فروت ولا هل فيه صب سترينج منه فروت ولا ولو فيه بياد اسم البرودكتنام ده على الريزلت ولو وصلت الريزلت تعتبر كأنها فونكشن لترجع ولو قاعد يلف على هذه الأردس كلها في الآخر لا يمكنك أن يجد الخامسة يرجع بالأخر يجد نذهب لنرى نفس المثال بلغة آخر من بارادايم آخر هذه اللغة اسمها Scala هذه اللغة ليست تعرف بشكل اسمها For Loops هذه اللغة تقول لك اللي أنا عندي Operations هذه اللغة اسمها Map, Flat Map, Filter سنتحدث في هذه الأبرات بالتفصيل بعد ذلك ولكن نحن ممكن أن نقول عنها أن هذه الماب تقدر تدع لها Function وهي تعمل مابنج ما بين الألمنت بتاعة الCollection التي تعمل عليها وCollection تدعها لك يعني لو أنا عندي List الليست دي فيها كلمات وعايز أعمل لستة ثانية كل فيها برضو Elements بعدد الليستة الأولينية بس ما كان كل كلمة سأكتب في الليستة الثانية المقابلة لها عدد الحروف اللي في الكلمة الأولينية فأنت عندك مثلا لستة فيها خمسين كلمة المفروض أعمل مابنج ما بين دي وأعمل لستة ثانية فيها خمسين رقم كل رقم بيمثل طول الكلمة المكافئة لي جنب التاني كمان ده تقدر تعمله بحاجة اسمها Map أقول الليستة الأولينية .map ودي لها some function الفونكشن دي تعمل مابنج ما بين كل ألمنت في الفيرس لست لألمنت مقابل في الليستة المقابلة اللي هي هترجعلك في الآخر ممكن تعمل حاجة تانية مابنج تاني خلينا نعمل مابنج ما بين أرقام لبوليانس مثلا هنقول عندنا لستة من أرقام وعايز أعمل لكل رقم أشوف الرقم ده برايم ولا لا فأنا هقول الليستة دي حديها function تقدر تكشف لي عن الرقم ده برايم ولا لا فيبقى أنا كده كأن عملت مابنج ما بين الليستة اللي فيها مثلا ميت رقم لليستة تانية فيها ميت بوليان كل بوليان بيقول الرقم اللي كان في الاندكس ده هو كان برايم ولا لا فعشان أعمل الابريشن دي أنا محتاج أدي للليست للليست الأولينية محتاج أدي لها function فانشن دي بتقوبيت على ألمنت واحد بس يعني في المثال الأول كان هي فانشن بتقوبيت على السترينج ومن كل سترينج تجيب اللينس بتاعه وفي المثال الثاني بتاخد الرقم والرقم ده بتجيب هو برايم ولا لا فده اسمه الماب هي تطبيق لك الابريشن دي هذا الابريشن دي الابريمتيف ده أو الكنستراكت ده تطبيق لك أوريشن تانية اسمها flat map اللي أنا given an item أنا ممكن هذا الابريشن ده يولد يتحول لكذا أي مثلا اديني امبلوي واحد ارجع لك مثلا لست مكافأة للتليفونز بتاعة الامبلوي دي فلو انت رجع ديتني لستة فيها خمسين امبلوي انا ممكن ارجع لك لستة فيها خمسمية فكأني هنا بعمل flat map بعمل mapping بس بس الالمنت مش بيعمل one to one زي الماب لا one to many وقد يكون الماني ده zero يعني ممكن تديني ايتم ارجع لك ولا حاجة فالflat map اختلافه عن الماب اللي هو مافيش علاقة one to one مع source list بتاعتك بتعرف برضو حاجة اسمها filter filter بتديلي حاجة تديلي function افلتر بيها الليستة دي يعني انت عندك list وعايز تطلع فيها مين فيهم اللي بتبتدي بحرف الاس مين فيهم الكلمة اللي بتبتدي بحرف الاس فديني function اعمل apply للفونشن دي على كل ايتم في الليست دي واشوف لو الايتم ده بيبتدي بحرف الاس حاخده مش بيبتدي حرميه ففي الاخر ارجع لك shorter list list اقصر فيها الحاجات دي فخلينا نشوف لو احنا عندنا البرامتبز دي اللغة نفسها هي اللي بتديها لنا واللغة مش طالبة منك خالص غير تديلها function اعمل لها apply في الماب وفي الفلات ماب وفي الفلتر وانا بقى هاخد الفونشن دي اعدي على كل ايتم في الكلكشن او في الليستة بتاعتي واعمل apply عليه فاحنا لو حاولنا نعمل نفس اللوجيك اللي احنا لسه عاملينه من شوية ده لانا عاية اجيب خمسة product name يكون فيهم كلمة fruit من الوردرز اللي انا بديها لك خلينا نشوف نقدر نعملها ازاي هنا انا اخدت الوردرز وبعد كده عملت flat map بفونشن بتاخد order وترجع many items الاتم كل ايتم فينها product هنا دي function بعرفها بالشكل ده بتاخد order وترجع list من البرودكت ممكن يكون الوردر ده مفوش products ممكن يكون فيه meet product ممكن يكون فيه one product فده هنا استخدمت flat map عشان علاقة one to many بقى عندي لستة من البرودكت الليستة دي بعمل عليها operation للماب فاحاول البرودكت ده للبرودكت name فبقى فيه عندي هنا اسم ليه البرودكت بدل البرودكت نفسه طب بقى كده اصبح عندي list من الاسماء بدل list من البرودكت فده يكون البرودكت كان كوبجيكت كان فيه listing price وكان فيه the amount وكان فيه حاجات كتير بس هنا انا اللي محتاجه بس محتاجه الاسم فاصبح عندي return value راجعت من الماب هي list من string عايز بقى apply على list of strings دي function تحذف لي منها strings اللي مفاش كلمة fruits ويتفضل منها في الاخر الكلمات اللي فيها fruits فانا هنا هبعط لها function فانا عشان عايز ابعط لها function انا هنا عملت الفونجشن نفسها كأنها second parameter للميسود بتاعتي كده انا عرفت ميسود تتلاقي هنا لستة الحاجات اللي بدور فيها orders ولستة هنا من الفونجشن اللي تعمل لها operate على الليستة بتاعتي اللي جبتها من هنا فدي حاجة برضو تعتبر جديد عليك اللي انت تبعت function كأنها parameter يعني هنا اخدت first parameter هو list second parameter هو function من string ل boolean تدي لها string ترجع لك boolean boolean ده اه الكلمة دي معي او كلمة دي مش معي فهنا اخدت الفونجشن دي عملت لها apply على اسماء products اللي انا طلعت من المابنج اللي هنا فاصبح عندي بس الproducts اللي فيهم الكريتيريا اللي انا باعتها اللي هي هتبقى ايه الكلمة بتحتبع لكلمة fruit او اسم الproduct اللي تحتبع لكلمة fruit اصبح عندي الليستة هنا بس الليستة دي ممكن يبقى فيها تكرار ففيه برضو primitive اسمه distinct اقول له انا عايز distinct من الحاجات دي وبعد كده اقول له dot take 5 هاتلي خمسة من الليستة دي فهنا هيرجع لي خمسة بس من ال items دي ويبقى ده شكل الكود النهائي اللي عندي الشكل الكود هنا اللي حصل اللي هو ايه كود بيعرف ايه بيعرف انا عايز ايه مش انا عايزه ازاي انا عايز تعمل mapping ما بين order للproducts والproduct نفسه مش مهتم بحاجة في غير ال name والname زي انا عايز اعملها filter على fruits وفي الاخرى انا عايز خمسة فهنا انت مش بتقول له يلف ازاي على ال items دي انت بتقول له يعمل ايه بالorders اللي هو اخده ده مثال على لغة declarative لكن المثال اللي فات كان على لغة imperative انت طبعا تقدر تحس بالفرق هنا انت بتكبره اللي هو يلف بشكل معين ويعرف variables معينة هنا انت بتشرح له يعمل ايه لو هنجوه اكتر في extreme اكتر من الاكستريم بتاع ال declarative language بتاع Scala ونروح للانجوج تانية اسمها SQL الاسكيول ده اعتبر language بحد ذاته بتستعمل في ال database انا عايز اعمل select هاعتبر اللي ال data عندي متسجلة في اثنين تابل اسمه orders تابل اسمه products والتابلز ده انا عايز اسلكت distinct ال product name من الاثنين تابلز دولة لو انا عايز اعمل join operation ما بين الاثنين تابلز دولة يكون ال product id في ال orders بيساوي ال id في التابل التاني بتاع ال product مع اللي انا عايز اعمل filter على product names تكون مفيهاش حاجه غير fruits فده انا وصفت برده انا عايز اعمل ايه وفي الاخر عايز اعمل limit 5 بحيث اجيب اخر خمسة products عندي هنا او اي خمسة products عندي هنا بماتشوا criteria بتاع اللي يبقى فيهم fruits فده مثال برده تاني كل لغة من اللغات اللي انا شفناها التلاتة دي تعتبر مدراسة في التفكير وكل لغة مناسبة لاستخدام معاين احنا بقى بندرس هنا في مجموعة البيديوز دي الparadimes المختلفة بندرس ازاي بنعرف لغة انت عشان تعرف لغة ايه الحاجات اللي محتاج تعملها ايه اللي ممكن تبقى موجودة على التعريف ده واحدة واحدة بيتكون عندك صورة على ايه الparadimes المختلفة ونبتدي ناخد مثال على كل paradigm في اخر الكورس مع بعض ده الحاجات اللي احنا هنعملها في الفترة الجاية هنتكلم في الاول على ازاي نعمل describe the language وبعد كده نتكلم على machines الماشينز هنا احنا بنقصد بيها abstraction للكمبيوتر وبعد كده بنتكلم على language constructs الlanguage ستتكون من ايه ونخش على control abstraction ثم الmemory والdata representation وفي الاخر خالص بننتهي بالprogramming paradigms اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة